وكأن لعنة الزومبي السينمائية باتت حقيقة في شوارع أميركا هؤلاء البشر حقيقيون لا يقومون بالتمثيل إنما تكاثرت أعدادهم بهذه الحالة الصحية القاسية بعد أن كثرت عاطهم لمخدر جديد يحولهم للزومبي بحسب وصف موقع فيرال فوريل وعلى الرغم من انتشاره في دولينك ألمانيا والبرازيل إلا أن انتشاره في الولايات المتحدة كان الأشد خطرا لدرجة أن إدارة الرئيس الأمريكي حذرت منه واعتبرته تهديدا ناشئا للأمن الصحي في أميركا والمخدر الذي قالت مؤسسات طبية غربية يعود لمادة مخدرة حيوانية تسمى الكيتامين فيما تعرف عند مختصين بأنها اختلاط الزيلازين وهي مادة تستخدم لتهديئة الحيوانات الضخمة كالأبقار مثلا مع مادة الفينتاميل أشد أنواع المخدرات تأثيرا أعراض المخدر الزومبي التعفن في طبقات الجلد وضيق التنفس ووقف إمدادات الدماغ انتشار المئات من المتعاطن للمخدر الجديد نشر الهلع في شوارع أميركا كما دق جرس الإندار في مؤسساتها الصحية قبل فوات الأوان